أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية المجلس البلدي 2013 اعتبارا من غد الاثنين وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من يونيو الجاري وأوضحت اللجنة أن شروط الترشح تتضمن أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا على أحد جداول الانتخاب وأن لا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وأضافت أن شروط تتضمن أيضا أن لا يكون سبغ الحكم على المترشح بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره داعية طالب الترشيح للتقدم للإدارة في منطقة الشويخ السكنية باء من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم الطلب مستحبا معه شهادة الجنسية الأصلية وصورتين شخصيتين ترجمة نانسي قنقر